جبهة أخرى من جبهات الشرعية تسقط وتتقلص تلك المساحة التي ظل مسؤول الشرعية يتحدثون طوال الأعوام الأربعة الماضية عن سيطرتهم عليها ليصبح كل يوم أصغر فأصغر ومعها يتقلص حضور الشرعية ودورها في المشهد اليمني لا تعليق هكذا تعاملت السلطة الشرعية مع سقوط واحدة من أهم جبهاتها وهي محافظة الجوف ليصبح صمت الشرعية وتواريها هو الأمر الأكثر إثارة للتساؤل حالة من الاستلاب والتغييب يعيشها الرئيس هادي ومسؤوله إزاء كل ما يحيط بالبلد وبشرعيتهم على حد سوى لم تعد أجندة التحالف غامضة بل واضحة للجميع تمكين الحوث على حساب الشرعية في الشمال وتمكين الانتقالي على حساب الشرعية في الجنوب وتقسيم البلاد وإنهاكه لكن الذي لا يزال غامضا هو كيف يصمت قادة الشرعية على هذه الاستراتيجية التي تتلاقى فيها أجندة الإمارات مع الأجندة السعودية من الحشة وحجور إلى عدن وأبيان وأخيرا في نهم والجوف كل هذا الخذلان والتآمر لم يدفع بمسؤول حكومي واحد لتقديم استقالته أو رفع صوته برفض ما يحدث ومكاشفة الشعب عما يحدث ليبحث الشعب عن خياراته ويتحمل مسؤولياته طالما وقد أصبحت الشرعية غير قادرة على فعل شيء أدعوهم من هذا المكان ليدافعوا عن كل مكتسباتهم وعن كل خرامتهم وعن مدينتهم يصرخ أبناء الجوف أين الجيش؟ ويصرخ الجيش أين هادي ومحسن؟ لكن هادي ومحسن لا يصرخان ولا يقولان شيئا وإذا فعلا فهما يثمنا لجهود المملكة ودعمها الكبير في حالة الجوف قال الكثير من اليمنيين إن الهزيمة ليست في أننا فقدنا جزءا من الأرض بل في حالة الوهن الذي يبدو واضحا في صف الشرعية والذي يشير إلى أن هذه الهزيمة لن تكون الأخيرة توصل الكثير من اليمنيين إلى حقيقتهم الخاصة لم يعد بالإمكان كسب الحرب واستعادة الدولة اليمنية بهذه القيادة وحتى تلك الانتصارات التي تحققت قبل أعوام باتت الآن محاصرة بالخدلان والمؤامرات ما يجعل من هدف استعادة الدولة يبعد كل يوم أكثر مما كان في سابقه